وأنا ما أدري مع ما يتهيأ الآن للمرجعية العليا في العراق من نفوذ لماذا لا ترمي بثقلها في تغيير النظام القضائي نفسه بحيث تكون المحاكم الشرعية ومحاكم الأحوال الشخصية تابعة للمرجعية يعني تتبع مفروض حوزة النجف الأشرف وتكتسب ولايتها من المرجع الأعلى الموجود في النجف الأشرف مثل ما سووا في الأوقاف يعني الأوقاف الشيعية بعد السقوط غيروا دستور الأوقاف وقانون الأوقاف بحيث فيه مواد تجعل الولاية على هذه الأوقاف أصالة للمرجع الأعلى في النجف الأشرف هذا موجود أنا قرأتها الذكر فلابد أن يكون وكيل الأوقاف أو رئيس الوقف الشيعي لابد أن يكون مكتسبا لهذه الولاية ممن من المرجع هذا حل شرعي هم باقي هو بحسب القانون المدني في منصبه وله حق التصرف والإشراف على هذه الوقوف والعتبات المقدسة والأوقاف وما شاكل هم من الناحية الشرعية تم تصحيح وضع الشرعي بحيث صار مأذونا بمثل هذا التصرف طيب قضاة الأحوال الشخصية في العراق خلي نغير قانون الأحوال الشخصية ويكون لابد أن يكونوا مكتسبين لهذه الوكالة أو التفويض أو الولاية من الحاكم الشرعي تنحل الإشكال خلاص